القائل في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلاً من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير والصلاة والسلام على سيدنا محمد القائل في الحديث الصحيح الشريف الذي أخرجه البخاري عن سيدنا أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال أتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله هذه خديجة أتت معها إناء من إدام أو طعام أو شراب فإذا أتتك فقرع عليها من ربها السلام وبشِّرها ببيتٍ في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك وعظِّم وأنعم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأزواجه وذراريه وعلينا معهم أجمعين أيها الإخوة الكرام أوصيني وأياكم بتقوى الله عز وجل عنوان خطبة اليوم الإسراء والمعراج نتيجةً لمقدمة الإسراء والمعراج نتيجةً لمقدمة نحن اليوم ظهيرة يوم الجمعة يوم الجمعة نتيجةً ليوم الخميس وهو مقدمةً ليوم السبت هذا هو السننُ الإلهي كلُّ أمرٍ له مقدمة وهو نتيجة وهو مقدمةٌ لنتيجةٍ جديدة فما مقدمات الإسراء والمعراج عُدَّ على أصابعك واحدٌ حصارٌ اقتصاديٌ لمدة ثلاث سنوات على المسلمين من قبل عتاولة المشركين لا طعام، لا شراب، لا كساء، لا بيع، لا شراء، لا زواج ولا تزويج إن إنسانًاً سرق بيتًا مليئًا بالجواهر وقتل صاحبه وحُكِمًا وسُجِنًا يُقدَّم له الطعام كل يوم لكن غطارفة الشرك وطغاة الوثنية وضعوا المسلمين جميعًا في شعب أبي طالب ومنعوهم ذلك كله ومن آثار الحصار أن المسلمين صاروا يأكلون ورق الشجر حتى تقرَّحت ألسنتهم وتجرَّحت أفواههم وتشقَّقت شفاوهم وتصارعوا مع الأمعاء الخالية الأمر الثاني موت السيدة خديجة التي كانت الحضن الدافئ والملاذ الآمن والمرجع للنبي عليه الصلاة والسلام في بيته وسآت إليه بالتفصيل ثالثًا موت أبي طالب السد الراسخ والجبل الشامخ في وجه المشركين مصرةً لابن أخيه محمد بن عبد الله رابعًا رسول الله يخرُّ من مكة ومعه زيد بن حارثة إلى الطائف ليدعوهم إلى الله وليبحث عن جوارٍ ومنعةٍ عندهم المسافة بين مكة والطائف تسع وتسعين كيلومتر ذهب ماشياً وعاد ماشياً لما رجع صلَّطوا عليه سفهاءهم وغوغاءهم وغلمانهم وعبدانهم يسبون ويصيحون وبالحجارة يضربون أدموا جسده واختضبت نعلاه بالدماء خامسًا أراد الرجوع إلى مكة الطائف طردت مكة ما استقبلت فإلى أين يذهب سيدنا رسول الله الطائف طردت شر طرده مكة كانت حاقدة شر حقدٍ وبقي صلى الله عليه وسلم في مكانٍ لا يستطيع دخول بلده ووطنه إذن يتأتى لنا من هذا الكلام أن الإسراء والمعراج لم يكن بلا ثمن وإنما دفع النبي عليه الصلاة والسلام ثمناً فادحاً حتى أعطاه الله ذلك أيها الإخوة يجب علينا أن نفهم إسلامنا فليس إسلامنا فقط ركعاتٍ وسجداتٍ ولباسًا خاصًا وشكلاً متميزاً وسبحةً طويلةً ولحيةً إلى السرة وتقطقةً بالرأس إلى الأرض وعزلةً عن المجتمع وجلوسًا في التكايا والزوايا إن الله جعل قانونًا لهذا الكون من هذا القانون لا منحة إلا أن تسبق بمحنة لا تحلية إلا أن تسبق بتخلية لا ولادة إلا أن تسبق بآلام مخاض لا فجر إلا أن يسبق بليلٍ دامث من فهم سنة الحياة فُسِّرت له الأمور وعاش بصيرًا وعرف مراد الله فسار على السنن الله خديجة رضي الله تعالى عن خديجة سأخذها من ثلاث مراحل المرحلة الأولى قبل أن تتزوج النبي صلى الله عليه وسلم المرحلة الثانية بعد زواجها رسول الله وقبل مجيء النبوة المرحلة الثالثة بعد النبوة إلى وفاتها أيها الإخوة الكرام خديجة قبل النبوة امرأة شخصية مشهورة سيدة الأعمال الأولى في مكة كانت تلقب بالطاهرة كانت تاجرة تزوجت مرتين قبل رسول الله أنجب الثلاثة أولاد جاء الخطاب من علية القوم ومن أشراف الناس يخطبون ودها بعد موت زوجها لكنها اعتذرت بلطف الآن هي تزوجت النبي عليه الصلاة والسلام صارت الزوجة الوفية الشريفة الشفيفة العظيمة الكريمة المخلصة الوفية لزوجها تميزت هذه الشخصية تميزت هذه الشخصية بأنها امرأة عقول وحمول وصبور ووقور خدمت زوجها قبل النبوة علمت علمت أن له شأنا ومستقبلا أحست أنه يحب أن يذهب إلى غار حراء أن يختلي بربه وأن ينظر إلى كعبة إلهه كانت وعمرها يزيد على الخمسين عاما تضع على هذا الكتف السقاء وتضع على هذا الكتف الغذاء وتصعد جبل النور المتوج في أعلاه غار حراء متربعا إلى زوجها بالطعام والشراب جاءت النبوة انتقلت من الزوجة الوفية إلى الزوجة الصديقية الحميمية وقفت إلى جانب زوجها وقفت إلى جانب نبيها ورسولها كانت نعمة الزوجة لزوجها وخير شريكة حياة لشريك حياتها رسول الله في الغار يأتي جبريل من غير موعد مسبق فجأة كما تمثل لمريم بشرا سويا مفاجأة مباغة إخافة إرعاب وقف جبريل وقال يا محمد اقرأ رجل في الغار وحده تأتي شخصية ضخمة عظيمة مخيفة مرعبة مهلعة يا محمد اقرأ سأله السؤال الأصعب لو قال له قم لقام أو اخرج لخرج كل ذلك يقدر عليه أما اقرأ قال ما أنا بيقارئ أنا أميا لا أقرأ ولا أكتب فكيف تطلب مني القراءة فأخذه جبريل وغطه في الواي غطه فغطه إلى جناحه وضمه إليه كان الضم زلزالا قاتلا يقول النبي عليه الصلاة والسلام حتى ظمنت أن تزهق روحي ثم أرسلني قال أقرأ قلت ما أنا بيقارئ ولعلني أقرأ أنا في المرة الثانية ما أنا بيقارئ أي ليس أمامي كتاب أقرأ فماذا أقرأ ثم لو كان أمامي كتاب فأنا أمي ثم ضمه ضمة شديدة قوية مزلزلة ثقيلة ثم أرسله أقرأ قال ما أنا بيقارئ ولعلني أقرأ للمرة الثالثة ما أنا بيقارئ أي أنت أيها المخلوق ما جئتني من قبل وأعطيتني نصا قلت لي احفظه سأستمع إليه ما أنا بيقارئ جبريل صعد إلى السماء ورسول الله هبط إلى الأرض وانطلق إلى خديجة يا نساء الكون يا نساء الكون أي واحدة منكم تستطيع أن تكون خديجة يا نساء الكون أي امرأة تريد العظمة والشهرة إلا عليها أن تبحث عن سيرة خديجة شفوا شساوت خديجة يا إخوتي يا أيها الكون والله الإسلام دروش والله الإسلام مسكن والله الإسلام مع تصاحب دين ما بيعرف شي مسكين صاحب دين شيخ إمام جامع خديجة أولا ماذا تريد يا زوجاء زملوني زملوني وضع الوطاء تسج رسول الله بالغطاء نم واسترح لا نقاش لا أقول علم النفس يقول هذا لأن الأمر فوق علم النفس نم واسترح لا تتكلم ولا كلمة تبغي الراحة هذه الراحة فلما فلما أفاق صلى الله عليه وسلم قالت له خديجة نم يا زوجا نم يا ابن عم قال لها لقد انتهى وقت النوم يا خديجة صار عننا شغل جديد لقد انتهى وقت النوم يا خديجة لان المرحلة الثانية اخذته الى ورقة ابن نوف الابن عمها لتتبين الخبر ليشرح الطلسم وليحل اللغز اقرأ ما انا بيقارئ فكان جواب ورقة هذا الناموس الذي كان ينزل على موسى هذا جبريل اذا انت رسول الله وجبريل اذا انت رسول الله ظلت خديجة جنبا الى جنب مع زوجها سيدنا رسول الله انا لا اقول لك ان تقارن الان وانت تسمع بين ما اقول وبين زوجتك انا اقول لك اذا اردت الامر ان يكون كما تسمع فرب ابنتك هذه التربية وانس زوجتك رب ابنتك هذه التربية لتكون خديجة كونها كان النبي اللهم صلي علي يأتي الى بيته منزعجا من المشركين واعمالهم واذائهم افضع انواع البلاء افدح الوان الاذاء يأتي رسول الله الى بيته العظم ان تخفف خديجة عنه الامة ان تجفف عرقا وتكفف دمعا لكن خديجة كانت اعظم من ذلك حولت البلاء والمحن والاذاء الى امرين الامر الاول الى مباهج ومسرات الامر الثاني الى تعزيز لبدء عمل جديد متواصل مع العمل القديم اختم فاقول في الجعبة الكثير رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في غار حراء الى جانبه جبريل السيدة خديجة بنت الستين عاما او يزيد تحمل استقاء وتحمل الغذاء جبريل يقول يا رسول الله هذه خديجة اتت معها ايناء من ادام او طعام او شراب يا اخي جبريل امين السماء وسفير السفراء بين الله ورسل ما علم ماذا في ايناءها فمن اين لي ان اتي بكشف من هنا وكشف من هناك وكرامة من هناك وادعي انني اعلم الغيبة وماذا سيحصل لك واقرأ في الفنجان واؤتمتم بكلمات لا معنى لها واقول سيكون معك كذا وكذا وكذا جبريل قال ايناء مدري في ادام مدري طعام مدري شراب فاذا اتتك الله اكبر فاقرئها من ربها السلام الا بسلم عليك رب العالمين العظم في قول جبريل والاعظم في رد خديجة اذا امرأة قال لها رسول مو انسان عادي الا يسلم وعليك الله عز وجل شو بتقول له انا اقول لك بسلم عليك فلان شو بتقول لي وعليه السلام وعلى رسول الله السلام جبريل اقريها السلام من ربها رسول الله يا خديجة الله يقريك السلام ماذا تقول وعليه السلام ورحمة الله فالله والسلام الله اكبر على خديجة الله اكبر على خديجة نعلم عن الفنانات أكثر مما نعلم عن هذه النساء العظيمات قالت يا رسول الله الله والسلام أبا أتوى عليه السلام الله والسلام وحلى جبريل السلام وعليك السلام يا رسول الله وبشرها ببيت في الجنة من قصاب شو من قصاب؟ من قصاب لون من ألوان الذهب أحجار كريمة جدا شو يعني من قصاب؟ قال هو ذهب مجوّف عندما تلمسه المرأة والمرأة بتحب الذهب عندما تراه المرأة من الشفافية ونقائه ترى باطنه من ظاهره وليش مجوّف؟ ليش مجوّف؟ قال مجوّف لأن النبي اللهم صلّ عليه عندما كان يأتيها قد امتلأ بالأحزان والآلام كانت تجوّفها جميعاً وترميها وتجعله قصباً مجوّفاً من الآلام والأحزان وبشّر ببيت في الجنة من قصاب لا صخب فيه ولا نصاب الصخب الضجيج والنصب التعب طيب ليش بيت السيدة خديجة؟ ليش ما قال بيتها من زمرد؟ من ذهب؟ ليش ما ذكى الغلمان؟ ليش ما ذكى الخدم؟ ليش ما ذكى أنهار لعسل؟ يا أخي هذا كلام رسول الله هذا مُن كلام كاتب مُن كلام صحيفة مُن كلام أديب مُن كلام خطيب هذا كلام سيدنا محمد هذا هذا كلامٌ عظيم يحتاج إلى عظماء يفهمون كلام رسول الله ليش لا صخب فيه ولا نصاب؟ قال لأن السيدة خديجة جعلت من بيتها الذي هو بيت رسول الله جعلت من بيتها بيتا ليس فيه ضجيج ولا تعب هو بيت هادئ للزوج فلها بيت في الجنة لا صخب فيه ولا نصاب فيا نساء الكون من أرادت منكم بيتا من قصاب لا صخب فيه ولا نصاب عليها أن تبني بيتا في الدنيا مع زوجها وأولادها بيتا لا صخب فيه ولا نصاب أيتها المرأة اجعلي على قدرك بيتك لا صخب فيه ولا نصاب يعطي الله عز وجل بيتا على قدره في الجنة محل رضوان الله لا صخب فيه ولا نصاب أيها الإخوة الكرام الإسلام اعتنى بالمرأة أن يعتناء ولكن مشكلة الإسلام لا يملك إعلاما يتحدث فيه المشكلة في الإسلام أنا هكذا أمثلها إسلام عظيم جدا لكن الخطيب مبحوح والمستمعون صم لا يسمعون فماذا استفدنا من هذا الإسلام العظيم الإسلام كفل المرأة من وقت ما بتولد لعند الزواج أبوها متكفل بكل شيء بعد الزواج زوجها عندما تصبح أما أولادها فهي مكفولة من المهد إلى اللحدي لا مسؤولية عليها أبدا على عرش الكرامة والله عز وجل من حكمته والله عز وجل من حكمته خلق المرأة حواء قريبة من قلب آدم ما خلقها من رأسه حتى لا تدوسه لا تدوس المرأة الرجل وما خلقها من قدمه حتى لا يدوسها الرجل إنما خلقها قريبة من قلبه ليحبها وقريبة من يديه ليدافي عنها جعلنا الله جميع ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن أقول قولي هذا وأستغفر الله اللهم نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلا أن ترفع عن البلاد والعباد الوباء والغلاء والبلاء وتسلط الأعداء ما لا يرفعه أحد غيرك يا رب وفقنا لما تحبه وترضاه يا كريم الحمد لله أخوة الكرام أيها الإخوة الكرام أرجوكم أن ترجعوا إلى كتب السيرة وأن تقرؤوا قصة الإسراء والمعراج وقصة خديجة ومن ليس عنده وقت فليفتح جواله على ما يسمى بالجوغل يكتب خديجة بن خويلد ويقرأ ويكتب الإسراء والمعراج فيقرأ هذا أضعف الإيمان اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك يا مولانا سميع قريب ومجيب الدعوات يا ربنا ألنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأين الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعلهم التبسا علينا فنضل واجعلنا للمتقين إماما اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزق قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس اليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد اللهم إذا دنت آجالنا توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين برحمتك يا أرحم الراحمين وعد علينا بعوائدك الحسنى يا كريم والطوبنا وبأحبابنا لطفا يليق بكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم فرج عن البلاد والعباد لهم أفرج عن البلاد والعباد اللهم أفرج عن البلاد والعباد اللهم اجعل بلادنا آمنة مطمئنة وسائل بلاد المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين وفي اللوم لنا ولوالدين ولجميع المسلمين أجمعين والحمد لله رب العالمين عباد الله اتقوا الله والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبع الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر